اشتركوا في القناة الهامة جدا والمرتقبة والتاريخية أمام منتخب المغرب في دور التمانية. هيكون عندنا بالتأكيد وقفة عند مغارات منتخب مصر والمغرب. وأيضا النادي الأهلي والرحلة المنديالية. والبحث عن ربما إنجاز يفوق إنجازات النادي الأهلي. بالتأكيد ظروف صعبة جدا. توقيت صعبة جدا للبطولة. توقيت غير مناسب المرة للنادي الأهلي. ولكن دائما وأبدا الأهلي بمن حضر. هنروح بعزيمة الرجال. وإن شاء الله يكون التوفيق رحلته المنديالية. وإن شاء الله أيضا هيكون عندنا وقفة مع رحلة النادي الأهلي المنديالية. وكمان هيكون عندنا وقفة عن مباراة اللي هي تحصيل حاصل في كأس الربطة غدا إن شاء الله بين الأهلي والبنك الأهلي. ولكن لازم نفرح بمنتخب مصر بالتأكيد أمام كوتيفور. ولازم أعترف أن السيناريو بتاع جنوب 98 كان سيناريو خاص بأحمد وسام. حاصل. صح؟ لا خلينا في السيناريو. السيناريو كان 98. قلنا هنا بنميل للقصة دي. بنميل لفكرة أننا عاوزين نحافظ على شباكنا نظيفة. أكبر وقت ممكن. وده هيكون في صلاحنا. وبالتأكيد ده كان السيناريو طبقا لما كان قبل المباراة من نتائج فنية للمنتخبين. منتخب مصر أبهرنا بشكل مختلف. الجميع قال أن دي المباراة الحقيقية لمنتخب مصر فيه عهد كيروش. بالتأكيد اللاعبين كلهم كانوا على قدر المسئولية. بالتأكيد المباراة كانت صعبة. ولكن أن أنت تحول الأرقام اللي كانت لصالح منتخب كوتيفور في دور المجموعات مع كل الفرق اللي وجهتها. وتيجي أنت تتفوق على أرض الميدان برغم النتيجة سلبية. ولكن في النهاية كنت أنت الأبرهند في المباراة. وإنت الأقرب للفوز. وقدمت أداء جيد جدا وصورة جيدة جدا لمنتخب مصر. بالتأكيد ده كان شيء إجابي جدا. فمبروك لمنتخب مصر. ولكن قبل أن نتكلم عن منتخب مصر طبعا عندنا سؤال الحلقة. وعندنا سؤال الحلقة المرادة. هتكسب تشيرت النادي الأهلي. توقع أعمل ريتويت على تويتر. وتوقع وشارك على هاشتاج الأهلي خط أحمر. قل لي بقى من وجهة نظر حضرتك. مباراة مصر والمغرب نتيجتها كام؟ ومين اللي هيجيب الأهداف؟ ما أنت ما تقوليش كده نتيجة من غير ما تقول لي مين اللي هيجيب الأهداف؟ ده تشيرت النادي الأهلي. وتشيرت النادي الأهلي يعني حاجة قيمة جدا. وكمان بإذن الله هتستلم التشيرت مننا داخل النادي الأهلي يعني هيكون ليك زيارة كمان للنادي الأهلي. أعتقد الأمر يستحق أنك تكتب النتيجة وتكتب الأهداف. وكنا سهلناه شوية وقلنا في الدياء كام؟ هذا انت جاتت حاجة.